هذا وأوضح مصدر أمني أنه تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث إطلاق النار على الشريط الحدودي برفح لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا وأكد المصدر الأمني أن مصر حذرت من تدعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور صلاح الدين فلاديلفيا كما حذرت من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق نيران واستشهاد جندي على الحدود تشير إلى إطلاق نيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية أدت إلى إطلاق نيران في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر نيران شدد المصدر على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطع غزة ومحور صلاح الدين فلاديلفيا ليس فقط على الأوضاع الأمنية بالحدود ولكن على مسارات تضفق المساعدات الإنسانية